بعد انتهاء المعارك التي استمرت في الموصل لأكثر من تسعة أشهر ثلاث سيطرة عصبات داعش على المحافظة والدمر الذي خلفه باندثار أحياء بأكملها وهدم الأثار والرموز الدينية من أبرزها قبر النبي هونس عليه السلام صفحة جديدة تفتح في الموصل حيث قامت وزارة الداخلية بابتتاح مكتب جوازات محافظة نينوى وعصت ترحيب كبير من المواطنين حيث تم أغلاق المديرية بعد اشتياح عصبات داعش الارهابية للمحافظة في عام 2000 وعربعة عشر وبحسب مصادر أكادت المديرية أنهت جميع الاستعدادات اللازمة لافتتاح مديرية جوازات محافظة نينوى من خلال تهيئة المعدات والأجهزة الضرورية لعمل الدائرة إضافة للاعداد الملاكات وإدخالها في دورات تدريبية لتتمكن من العمل عن النظام الخديث الذي تعمل به المديرية حيث المديرية تمكنت أيضا من عادة أعمار وتهيئة البنايات اللازمة لعادة افتتاح الدائرة وأن المدة القليلة المقبلة ستشهد انطلاق العمل في الدائرة واستقبال المواطنين الراغبين بإصدار جوازات السفر في المحافظة بعد ضحر العصابات الإرهابية والقضاء عليها بشكل كامل هذه التطورات سامت بعض تنازحين إلى مناطقهم والخروج بشكل طبيعي الأمر الذي دفع بأصحاب المحل التجاري والمقاهي إلى مزاوة التي أعمالهم من جديد من بغداد لوي حسن تابليو تيفي ترجمة نانسي قنقر